وهذه الثلوج ومعها التساقطات المطارية هي بمثابة بشرة للفرشة المائية ولمخزون السدود من المياه في وقت تعيش فيه المملكة حالة إجهاد مائي سدود حوض اللوكوس تتصدر باقي السدود من حيث نسبة الملء تجاوز إجماليها 58.5% متبوعة بسدود حوض بأزيد من 50% ثم تمسفت بنحو 40% نديا اليوبي بسط من البيض لون وجه أديم الأرض بفعل تساقطات ثلجية بلغت إلى حدود يوم أمس أقصاها في جبل حيان 62 سنتيمترا ثلوج بثت في النفس شعورا بأن موسم الشتاء لهذه السنة سيمتص بعضا من العجز والخصاص الذي عرفته البلاد خلال الأربع سنوات الأخيرة على وجه الخصوص وبفعل تراجع الموارد المائية السطحية والباطنية جهة الشمال واحدة من الجهات التي عرفت ساقطات مطارية مهمة فاق الحجم الإجمالي لمخزون مياه سدودها الألف مليون متر مكعب أي ما يعادل معدل ملء بنسبة 58% من الحقينة الإجمالية للسدود ثلاثة سدود إذن في الجهة سجلت معدل ملء يصل إلى 100% ويتعلق الأمر هنا بسد شريف الإدريسي وسد النخلة بتطوان ثم سد شفشاون بعد السدود الكبرى في المملكة عرفت نسبة ملء محتشمة بالنظر لكمية التساقطات التي تكاد تكون منعدمة وهي سدود كبرى من حيث السعى إذ لم تتجاوز نسبة الملء في سد المسيرة 5% وسد إدريسي الأول 25% وسد بين الويدان 11.7% نذرة المياه بالمغرب أصبحت إشكالية واضحة نتيجة للتغيرات المناخية والاستنزاف المفرط للموارد المائية المتوفرة فالموارد المائية السنوية بالبلاد يقدر حجمها بحوالي 22 مليار متر مكعب منها 18 مليار سطحية والباقي مياه جوفية مما يفرز متوسط نصيب الفرد من المياه في السنة بحوالي 600 متر مكعب حصة قد تنخفض إلى 500 متر مكعب في أفق سنة 2030 إذا ما استمرت الوضعية المائية على هذا النحو المغرب وفي مواجهة هذه الوضعية المائية المتأزمة مطالبون اليوم بتسريع إنزال الاستراتيجية الوطنية للماء التي وضعت هدف تعزيز قدرة البلاد على مواجهة سنوات الجفاف في أفق سنة 2030 وذلك عبر الرفع من قدرة معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في السقي وفي الفلاحة وكذا تحلية مياه البحر